اشتركوا في القناة اهلي نجوم فرقنا الاول لكرة القدم جيل التسعينيات واللي بدأنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة بذكر بعض الاسماء منهم على سبيل المثال الحصر زي النجم فيليكس والتوأم حسن والكابتن مادي طلبة نجوم كبار وجيل كان مليان هذا الجيل في كل الخطوط بنجوم من افضل نجوم في تاريخ الكرة المصرية ومجموعة من اللاعبين الدولين المؤثرين جدا في المنتخبات الوطنية وبشكل خاص منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم كابتن احمد راجل مساء الخير وأهلا بيك وسعادة بوجودك معنا النهاردة وسهل مر عليك استاذ محمد تحياتي لك وتحياتي لأستاذ المشاهدين وسعيد بوجوده معك النهاردة في بيتك وتسعيدنا ومنورنا في بيتك حبيب ربنا خليك شكرا على التقديم تستحقها طبعا واكتر لانك واحد من اللاعبين طبعا كابتن احمد كان انتقل قادما من اسوان للنادي الاهلي وبدأ رحلة من الانجازات مع مجموعة من النجوم في هذا الجيل زي ما قلنا لحضراتكم جيل التسعينيات كابتن احمد قبل ما ننتقل لذكريتك مع النادي الاهلي ومشوارك على مستوى لعب الكرة المحترف ثم المدير الفني أو المدرب في الأجهزة الفنية في التجارب اللي اشتغلت فيها سواء داخل أو خارج مصر احنا عندنا اخبار جميلة جدا عن المستوى الاجتماعي أو العائلي انه كريم وبلال وعبد الرحمن ابناء الكابتن احمد رجب لعيبة كرة وعناصر مميزة ومنهم كمان في تجربة الواحد منهم عايزين نقول للناس عليها بر مصر وفي أسبانيا تحديدا الحمد لله طبعا عندي كريم وعبد الرحمن وبلال من العيبة المميزين جدا ان شاء الله بتمنى لهم مستقبل ان شاء الله بإذن الله الفترات اللي جايين كريكا بلعب في ريال ساركوزا بدأ هنا كرة في الانتاج الحربي مع الانتاج الحربي موسم من أربع موسم كده الانتاج الحربي كان لغى فرقة 2003 فبعد كده انتقل لفريق اسمه HFC كان المدرب بتاع كريم في الانتاج الحربي كان أخذه معا لفريق HFC كان مؤمن بمهبة كريكا وكان مهتم بيه جدا فالفريق HFC ده كان بيعتمد على ان هو بيسوأ لعيبة للخارج فالحمد لله ظهر بمصر وقويس النادي كان فكرة استثماري اه فكرة استثماري اكتر يعني فكان يعني مهتمين بكريكا وكان مؤمنين بالموهبة بتاعته فبالفعل كان أخذوا السدهات وبعتوها للناس المسؤولة هناك في اسبانيا الحمد لله الناس يتبعوه بشكل كويس كان فيه عملوا هنا دورة في نزلوا الخبراء بتاع اسبانيا نزلوا هناك قاهرة كان فيه زي دورة ودية كده فالحمد لله اختروا من ضمن مجموعة كبيرة من العيب هالا هو دلوقتي ماشي بشكل كويس الحمد لله اه الحمد لله اه الحمد لله اه ومهتم جدا ومركز انه يعني يعمل حاجة كويسة لي والبلد ان شاء الله بإذن الله وماشي على خطة محمد صلاح يعني تعارض محمد صلاح الموسم اللي فات حوالي تلاتة وعشرين متش احرز عشرين هدف يعني الحمد لله حتى كمان يعني عنده مهوبة التهديد هل في اتصال بيتابعه معاك منتخباتنا الوطنية المرحلة العمرية اللي فيها آآ كريم هو هو لسه بيتابعه بيبص عليه مع فريقه عشان يبقى دايما موجود وتحت عنين الجهزة الفنية المنتخباتنا ونستفيد بيه لو كان من العاصر المؤثرة اكيد شرف طبعا ان هو يجي منتخب مصر بس لسه السن ده لسه شوية هو مركز برده في حتة ان هو عاز يعمل حاجة برده بره بحيث ان هو لما يجي منتخب مصر يجي يعني يجي كده عنده خبرات لانه قرب قوي من مراحل منتخب الشباب والمنتخب الولايج يبدأ يعني بعد 16-17 خلاص دلوقتي المرحلة اللي ممكن يبدأ يبص فيه على المنتخب او فرص في المشاركة ويحاول يزبط نفسه ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يعني بتمناله مستقبل ان شاء الله مستقبل مستقبل كبير ان شاء الله بإذن الله ويمشي على خطوة محمد صلاح أحد او من لام.. بيحب محمد صلاح قوي من المسهل لي محمد صلاح قد ولي يعني مسل اعلينا نسبة بإذن الله مسئ würدا زالج محمد صلاح ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يكون موفق في النشوار ويبقى منانجح اللاعبين وفي بلال ان شاء الله بإذن الله بلاككل لنا بقى جابتون احمد بلالcyj وعبد الرحمن مع النادي الاهلي في الناشئين بلالي في النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي موليد 2007 الحمد لله برضو من اللعبة المبشرة ده كلام المدربين اللي بيمرنوه يعني الحمد لله بقاله فترة في النادي وماشي ماشي كويس الحمد لله يعني ان شاء الله مطلقة على مستقبل بإذن الله بيلعب بفندر برضو بيحب كابتن حسام عشور قوي وحمد فتحي طبعا قدوطه يعني نجوم النادي الاهلي الوقت في المركز ده طبعا وفيه عبد الرحمن وإحنا شايفين صور البلال كمان ده عبد الرحمن عبد الرحمن ده بيلعب في HFC في الفريق اللي كان فيه هنا كريكة في البداية كده هو الحمد لله برضو عنده مهوبة وماشي بشكل كويس برضو عندهم معلومات كافية عن جيل والدهم الكتن أحمد رجب شافوا تسجيلات لبعض المباريات شافوا لوقتات شافوا جيلك عمل ايه والبطولات اللي حققتها مع النادي يعني طبعا لما بروح النادي كده معي فالمدربين طبعا على طول بنده بباكو كان لعب في النادي الاهلي لعب جامد واخب بطولاته كده طبعا بيشوف الصور بتاعتي مع النجوم النادي الاهلي طبعا في الفترة اللي اللعبت فيها وفي بعض التسجيلات معي ماتشات برضو بيتابعوها برضو ده حافز كبير بالنسبة أكيد طبعا أكيد طبعا برضو لما يبقى ولدهم لعب كرة برضو بينصحهم وبيفيدهم وبيديهم معلومات برضو تفيدهم في مشوار أكيد كابتن أحمد جيلك كان جيل مليان نجوم واللي كنت شايف المنافسة ازاي وقت انتقلك للنادي الاهلي بتبقى فرصة المشاركة صعبة جدا طبعا تلعب في مركز فيه نجوم كبار في الوقت ده في كابتن إبراهيم حسن كمان خبرة كبيرة في المركز ده في النادي الاهلي وكان الجيل ده التشكيل قوي جدا والبودلاء كمان مستوهم عالي ففيه منافسة دايما تكلمنا عن جيلك والمنافسة عشان المشاركة في التشكيل أو الدخول في التشكيل الأساسي قدامنا طبعا بعض الأقطات التشكيلية أو الصور لبعض البطولات اللي حقاتوها وبطولة الدوري العام طب طب عفوا للمؤاطعة كابتن أحمد معنا على الهوى كريم أحمد رجب من أسبانيا كريم مساء الخير وأهلا بك معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زيكا كريم وإحنا طبعا سعداء باستضافة والدك نجمنا نجم نادي الأهلي السابق الكابتن أحمد رجب هو معنا على الهوى دلوقتي زاكي حبيبي عامل إيه زاكي كريك الحمد لله زاكي حبيبي عامل أخبارك إيه تمام الحمد لله الحمد لله أمورك ماشي كله تمام الحمد لله أخبار التمرين إيه والأوضاع اللي عندك في برشلونة سامع فيه قلق برضو كده أخبارها إيه بديني عامل إيه عندك كله تمام بس اللي من دول فيه على أهو صحة أنو انت عقب اللي من دول عالي يعني يطمون كده الشرطة زلت الزل طب خلي بالك من نفسك كده وعمليه في التمرين تمرنتوا معارضة كده وماشي كويس الحمد لله من أرض العزمة ماشي وكتبنا ثلاثة واحد الحمد لله ماشي كان صعب طب ماشي الله كريم انت سنك دلوقتي قرب جدا من عمر اللاعبين اللي بيدخلوا منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي هل باصص على منتخب مصر نفسك تبقى لعب دولي في منتخب مصر للشباب أو فريقنا الأولمبي مركز مع ده عايز مستوىك يعلى في الفترة الجاية والأجهزة الفنية تابعك عشان تكون من عناصر المنتخب طبعا أنا حاجة حدثة ليه اللاعب مع منتخب بلدي أي حد أي لعب يتمنى أن يلعب مع منتخب بلدي طبعا أي لعب يتمنى ده طب وعلى مستوى مشوارك كلعب كرة يا كريم هل ممكن نشوفك في الدوري المصري هل ممكن نشوفك في يوم الأيام في النادي الأهلي ولا طموحك أنك تكمل في أوروبا ومبسوط بأنك مستمر في مشوارك كلعب كرة في أوروبا واللعب في أوروبا طبعا أنسانيات عالية لكن في مصر كرة بطيبة شرعة عن اللاعب بره اللاعب بره بيأمن في عبارة حسد وطبعا في مصر كرة مش قاوي والسنة مبسوطة هنا الحمد لله وأنا إن شاء الله لو أرجعت في مصر ومستنشف توفيق طبعا أعرض لعافة نجل الآن أجل صدر الله من العافة نجل الآن بشكرك احنا بنتمنى لك كل التوفيق ونسمع عنك أخبار إيجابية وأخبار كويسة عن نجاحاتك إن شاء الله في مشوارك كلعب في فريق في الناشئين في فريق من الفرق الدوري الأسباني ريال ساراجوزا بشكرك جدا وبإذن الله كمان نشوفك قريب من النجوم الصعادين في منتخباتنا سواء منتخب الشباب أو المنتخب الأوليمبي كريم أحمد رجب بشكرك شكرا جزيلا كريم قال حاجة كبتن أحمد معناها أن تفكيره بدأ يتأثر بالحياة في أوروبا قال الكورة بره بتأمن المستقبل الأحسن بدأ يفكر بشكل عملي يفكر في الجوانب المالية في قيمة المالية لللاعب وعقود الاحتراف خلاص فكره بدأ يتبرمج على شكل الحياة في أوروبا أكيد طبعا الأجواء هناك تختلف عن هنا بكتير يعني بيكلم برضو في حتة أنه شايف أصحابه هناك وشايف الدنيا هناك مفتوحة وشايف هناك الإمكانيات أكثر من هنا بكتير فهو أكيد بيفكر في كده يعني خلاص بدأ ياخد شكل اللعيف المحتاج أكيد أكيد لازم يتأثر بالأجوال اللي هو عايش فيها برد نتمنى أن يكون إضافة ويكون لعب مميز وينجح في مشواره حتى ما نشوفه مع الفريق الأول سواء في نفس النادي أو في تجربة تانية مع أي نادي مميز في أوروبا إن شاء الله بسم الله قالت نحمد هرجع للمنافسة كلمنا عن وقت انتقالك من نادي أسوان للنادي الأهلي هل كان فيه رهبة وقت الدخول والمنافسة مع النجوم الكبار الموجود في نادي الأهلي أكيد طبعا أنا كنت جاي من نادي أسوان كان سنة لسه صغير كنت برضو كان جيل النادي الأهلي في الوقت ده كان جيل كبير قوي كان كابتن حسان إبراهيم وكان كابتن مجد طلبة ومشير حنفي نادي نقل نجوم نجوم مركبت رضا عبد العال كابتن وليد صلاح طبعا نجوم ليها أسماء وليها تاريخ كبير مع النادي الأهلي فطبعا كنت حاسب الرهبة بس من أول يوم دخلتي فيه بصراحة كان معاملة النجوم الكبيرة دي بصراحة ومنجوم خارج الملعب وجوه الملعب معاملة كانوا دايما بمحتضنيني كانوا بتكلموا معي وأنا كنت محسوس جدا وشرف لي أن أنا تواجدت في الجيل النادي الأهلي ده جيل كان عظيم جيل كان كله بطولات وكله إنجازات الحمد لله المنافسة في مركز الباكرايت مين ومين كابتن أحمد رجب نجم الكبير لكابتن إبراهيم حسن مين تاني كان معاكم في المركز ده وشكل المنافسة بينكم في الوقت ده كان كابتن إبراهيم حسن طبعا كان قيمة وقامة كبيرة طبعا كان صرف لي أن أنا كنت موجود معاكم كان بعد رحلته لسويسرا كابتن حسام حسن ورجعهم للنادي الأهلي وانضمام عدد من النجوم بقى فليكس بالضبط كده كان في الوقت ده كان موجود معنا كان ياسر ريان كابتن ياسر ريان طبعا كان مشير حانف أحيانا بيلع برضه كان في نفس قوية جدا كان شرف لأي حد أن هو بيلعب في النادي الأهلي الوقت ده يعم إيه الحاجة اللي فرقت معاك فنيا لما لعبت في النادي الأهلي إيه الحاجة اللي تطورت في أدائك مين المدربين اللي غيروا من شكل أداء اللاعب أحمد رجب وغيروا التاكتيكس بتاعتك كلاعب فكرك في الملعب وخلوك أعلى فنيا من المستوى اللي كنت بتقدمه في أسواق طبعا لأن الوقت ده كنت مرى مع مستر هولمن كان مدير فني علي أوي راينر هولمن الألماني آه راينر هولمن الألماني كان مقتنع جدا بإمكانياتي وحتى كان بيدفع فيها كنت بلعب بشارك معه بصورة كويسة كنت طور من أداء كتير وكان كنت الحمد لله مميز وديت مطشط مميزة معي إيه الحاجة اللي فكر دايما أنه كان بيوجهك بيقولها لك راينر هولمن كمدير فني عشان يستفيد بيك أكتر في الملعب لأ بيقولي يعني دايما لما تأخذ بالك إمتى بتجري إن أنا كنت مميز بالصرع الحمد لله كنت سريع كنت دايما كان بيقولي يعني أعرف هتعمل سبرينت إمتى ولازم تغطيتك العكسية تبقى مثلا تبقى إزاي كان بيوجهني دايما يعني استفدت منه كثير توقيتاتك بقى في التعامل مع الهجمة أو مع يعني وإنت بتهاجم مع الفريق أو إنت بتمنع هجمة على مرمى الآن بالضبط بالضبط غير ده أو طور دفع ده طورني بصراحة طبعا الإمكانيات طبعا كنت جاي نادي الأهلي فرق كبير بين نادي أسوان والنادي الأهلي فأنا اكتسبت كتير يعني كنت لعب بيالعب مع نجوم كبيرة تأكيد استفدت منهم خبرات ومدهور اللعبة على إمكانيات عالية كمان عايز أعرف أغلى البطولات الحق تام على نادي أهلي أغلى فترة بالنسبة لك فنية في حياتك كالعب كور بطولة الدورة العامة حد بطولتين دورة عامة على نادي الأهلي وبطولة عربية وكاس مصر وكان بطولة عربية كنت مشارك فيها برضو وقديت مطشط فيها على مستوى عالي فالبطولة دي كنت باعتز بيها يعني مين الأقرب لك على المستوى الاجتماعي أو الإنساني؟ مين أكتر لعبة في الأهلي كانوا أصحابك؟ لا كتير لعبة نادي الأهلي يعني بقولك يعني جيل محترم بصراحة كان يعني كان كابتن وصام عرابي كابتن أحمد كشري من الناس اللي كانت قريبة منا وكابتن محمد شرف كابتن أحمد كشري زميل مشوار في الملاعب من زمان جدا؟ آه طبعا كشري من قبل من أجل نادي الأهلي وكان تربطني بيها علاقة قوية جدا يعني يعني زي أكتر بالأخ كمان كشري من الناس المحترمة جدا والناس اللي تحب تتعامل معها واشتغلتوا مع بعض كمان في جهاز الفني للترسانة آه الترسانة الموسم اللي فات كنت اشتغلنا مع بعض في الترسانة كشري مدرب كبير استفدت منه استفدت منه بحاجات كتير يعني نادي الترسانة تقريبا كانت تقريبا كانت تقريبا جدا بالنسبة لي نادي الترسانة من الأندية العريقة نادي صاحب إنجازات وبطلات واخد ستة ستة كاس مصر فنادي عريق كان شرف لأي مدير فني يشتغل في نادي الترسانة فالحمد لله الموسم اللي فات قدنا بشكل كويس كنا بننافس لحد آخر ماتشات بتي كان في عدم توفيق في الآخر فالتوفيق ما كانش حالفنا أحمد فليكس علاقته بالكابت أن أحمد رجب وليه كان بيقال أنك من أعرب اللاعبين لفليكس كنت صحاب جدا فليكس طبعا شخصية جميلة من الأفرق اللي كنت بحبهم جدا جدا كان دايما بتربطني بقى علاقة كنا دايما بنهرج مع بعض في التنبين وكان لعيب طبعا كبير فليكس عمل تاريخ كبير كان محبوب شخصيته كانت مرحة جدا محبوب من جمهيره من الإعلام ومصحفة رياضي كان يروح الدعاب عنده علي أوي بصراحة كان قريب مني فكان لعيب محترم جدا وكان قريب مني بطريقة كبيرة فاكر أول مشاركة لفليكس مباراة أهلي إوزا مالك نزل في الدقائق الأخيرة وكان الأهلي كسبان بسكور كويس جدا مباراة دي أعتقد أن فليكس أول مشاركة كانت مع ألن هارس الإنجليزي مع هارس أنا فليكس أنا ديت على فليكس وكانت المباراة في الدور الأول وكان ثلاثة صفر للنادي الأهلي مش فاكر ترتيب الأهداف لكن كانوا إبراهيم حسن عبد الجليل محمد يوسف يعني الثلاث أهداف بس مش بالترتيب أنا بتكلم أنا فاكر الثلاث أهداف إبراهيم حسن عبد يوسف عبد الجليل وفليكس لعب وكان عمره 17 سنة أول مباراة يشارك فيها وكان فيه سقة بقى الدفع بيه الأهلي كسبان ثلاثة في المدش فليكس خد فترة طويلة نادي الأهلي هنا لحد ما يتأقلم برضو كان من اللعبة اللي عمل التاريخ للنادي الأهلي وتاريخ لنفسه كان لعب مميز جدا كان ضربات الراس كان مميز بدربات الراس كان قوي وسريع كان عمل دويته مع كابتن حسن حسن برضو قدوا ماتشاط كبير هم كانوا دويته هجومي قوي جدا في الفترة دي فعلا كانوا هم أقوى تنين يعني في النادي الأهلي والجمهور دايما بيفتكر اللعيب المحترف اللي بيلعب ممتشاط الأهلي والزمال طبعا ممتشاط الأهلي والزمال مباراة الدربي اللي هي مباراة القمة في مصر أو لما كانوا بيتقابلوا في طولة أفريقيا الجمهور كان فاكر نفليكس من النجوم المحترفين اللي كانوا بيجيدوا وبيحرزوا أهداف دايما في مباراة القمة صحيح طيب كابتان أحمد هنتكلم عن الجيل الحالي والنجاحات اللي بدأ يحققها النادي الأهلي بعد الصفقات وانضمام الأسماء المميزة اللي انضمت خلال الفترتين اللي فاتوا فترة الانتقالات الشتوية ثم في الصيف في أغسطس الماضي شايف ازاي فريق الأهلي أو المجموعة الحالية من النجوم فريق الأهلي مع فيلر مستر فيلر فيلر مقدنين مستوى مميز مستر فيلر بيعتمد على الأداء الهجومي المستوى تطور معه بطريقة ممتازة من اللعيبة اللي ظهرت الفترة دي أو من اليناير اللي فات باعتبر حمد فتح من اللعيبة من الصفقات القوية جدا إضافة قوية جدا للنادي الأهلي لعيب مميز حسين الشحات من اللعيبة اللي عاملين أدوار ممتازة جدا لعيب عنده حلول في الملعب لعيب زكي لعيب عنده شخصية رمضان الصبح نقدم مستويات رائعة متفاوقة على نفسه مختلف جدا مع مستر فيلر تطور من أداءه كتير وبتمنى نهم التوفيق في الفترة الجاية إن شاء الله وربنا بعد عمم الإصابة يعني إن شاء الله عشان نجيبوننا مزيد من البطلات هل شايف دفاع الأهلي أفضل من المواسم اللي فاتت بعد انضمام الأسماء الجديدة وبعد رفع مستوى اللاعبين فنيا كان بيقال إن كان عندنا مشكلة في خط دفاعنا في السنين اللي فاتت أو المصمين ثلاثة اللي فات فيه محمود متولي انضم ياسر إبراهيم جاهزية ومنافسة كبيرة بين النجمة أحمد فتحي وبين لعب صعد مميز جدا محمد هاني يعني شايف إزاي خط الدفاع دلوقتي بالعناصر الموجودة فيه محمود وحيد كمان من الصفقات الجديدة في مركز الباكليفت مع بقى طبعا العناصر الموجودة سعد سمير أيمن أشرف رمي ربيع وعودت المصابة هل اكتملت قوة خط الدفاع الأهلي لا خط الدفاع في النادي الأهلي مطمئل صورة كبيرة خصوصا بعد انضمام محمود متولي وسعد سمير رجوع سعد سمير كمان خلاص يعني مفروض ده هينزل إن شاء الله المتشط اللي جاية لأ أنا شاف الأمور مستقرة وما فيش مشكلة في خط الدفاع النادي الأهلي يعني أي حد بيقدي بيلعب ويظهر بصورة كويسة وده اللي عمله مستر فيلر برضو مقرب اللعيبة كلها من بعض في حتة تدوير اللعيبة برضو بيعملها بشكل مميز بحيث أنت لو احتجت أي لعيب بتلاقيه بيقدي بزيه زي اللعيب اللي هو بتشوف أنها إضافة لأي فريق فكرة الاعتماد على عدد كبير من اللعيبة والتبديل كتير والتدوير كتير بس بتبقى بحدود يعني ما تبقاش ولا كتير قوي ولا ولا بيحس أن لازم أني وحتاجت لعيب عندي مثلا إصابات عندي إيقافات إيقافات لازم يبقى عندي اللعيب البديل اللي هو ينزل يؤدي بنفس نفس أدوار اللعيب اللي هو الأساس فدي كابتن مستر فيلر عملها بشكل كويس بس نفسي برضو زي ما هو بيعمل تدوير في اللعيبة حراسة المرمى برضو لازم يبقى فيها حتة تدوير هو معتمت بس على الشنهوي فالشنهوي لو حصل مثلا إصابة حصل كده لازم يبقى فيه جنب بديل لأنه هو اعتمد عليه برضو طيب حنرجع نكمل كلامنا عن فكرة التدوير وهل ممكن يتم كمان في حراسة المرمى ولا لا لأن دي قضية خلافية بس إحنا عندنا مفاجأا وصديقك المقرب من غانا على التليفون نجم النادي لأهلي السابق أحمد فيليكس فيليكس هلو ونحن مرحبا نحن مرحبا بكتابك معنا اليوم وشكرا لكتابك معنا اليوم شكرا لك كيف حالك؟ أنا بخير شكرا لك ونحن نتعلم أن تتبع الاهلي كلما يتبع الاهلي ونحن نتبع الاهلي نعم 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 كيف تتبع تتبعك مع اختيارك وكما تتبعك وكما تتبعك في حالك كمعامل المعلمين في الاهلي أحمد رغب نعم نعم هو شخص جميل نعم هو شخص جميل نعم هو معنا اليوم يتبعك حسنا 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 عايز توجه له السؤال أو تسلم عليه تفضل فيليكس هورو فيليكس عامل ايه؟ أنا حسنا كيف أنت؟ حسنا حسنا تمام الحمد لله وحشني أوي وحشني أوي انت وحشني كثير يا حبيبي وحشني كثير اخبارك ايه؟ لا وحشني كثير اخبار الاسرة ايه؟ اخبارك ايه؟ كلي تمام؟ تمام يا حبيبي الحمد لله اخبار الاسرة ايه؟ اه كويس كلي تمام كلي تمام تمام حبيبي اخبار التدريب عندك والشغل اخباره ايه تمام؟ اه كلي تمام والآن في كل التقرير بالتوفيه إن شاء الله يا فليكس أنا سعيد جدا أن سمحت صوتك النهارد والله أنا وحشني أوي أوي حبيبي حبيبي يا فليكس بالتوفيه إن شاء الله حبيبي كده في حياتك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حبيبي يا فليكس فليكس أخرى What are your sweetest memories about the stage during which you were one of the professional players in الأهلي What do you always remember about this stage Yes أتبقي جميع ممتعات مما جداً لكينا وضعنا لأيضاً أجل كان بشكل جيد جداً الكثير من المفيدة كم أعطيتنا بأننا جميعاً لما ممتعنا لنا وقعنا لعبة جيداً وحسام حسان وحسام جميعاً وقعنا جميعاً وحسام رضاً جيداً وحسام جميعاً أمنى أن هذه الأشياء سأخرج أتذكر بذلك الشعب أنك بمعرفة أهلاً؟ نعم 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 مدفع وتعالى وعندما جميعاً لديي القتصة جدًا من الحدث و كنت م satisfaction عن هذه الحاضر لقد بطلبك المرأة لكي تتصرف أولاً عندما كانت الأهلي قامت بل بسيطة الزمالك ثلاثة لعزل تحركي لقد أخطأ المعرفة لأعزل وأنا أحب ذلك المحر وهذا المحر وكانت مجرد المحر نسعه كثيراً مع نعام زمالك وقد لقلت لأتناه وأنا جيداً أن أعزد وأن يكون أفضل من المعرفة إنها مدهورة ماذا هي مجموعة مجموعة؟ ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون توفق حولها؟ أمود أنك محسن إلى استاتفالي كمحسان؟ نعم، أنا الآن كامحسان المنا الشاخ مما يعانيس من حكمة الناس. حكمة الدعاية في غانا. وبعد أن أستلم العام. وأنا أرغب التحكمة لأنه أريد أن اصعر لسلامي صحيح من أشخاص. أريد أن أعاملتين لأنه يمكن عرقاء كياما. أعاملتين الذين يمكنهم يلاقع مثلي. وأنا أرغب التحكمة لأنه أريد أن أعطي مجدد من جميع المعارفين إلى المنطقة ويجب أن يتعلم مجالي لكنك تعمل كمسك في المنطقة أو المنطقة؟ لا، المنطقة الأول أعمل كمسك في المنطقة مجدد فلوكس، يمكنك تخبرنا شيئا عن إيجبت عن المنطقة التي تتعلم هنا في إيجبت مع الأل أهلي ماذا تتعلمين إلى المنطقة كل مكان عن تفيد المنطقة؟ نعم، عندما أتصل إلى ألي مصطفا كامل هو مجرد في العليل يساعدني كثيرا لأنه يكتب في العليل ويغلقني كل مرة ترغبني بعد كل مدينة نذهب إلى المنزل ويزننا في العليل ويزننا في العليل ويزننا في العليل ويذهب إلى العليل ومصطفا كامل ويجب أني وكان يجب أن يمس يجب أن يأكل مرقيا كامل تعالى ولم أحب أن أكون مجرد ومصطفا كامل ويعرف أن نمسك وشيرية ونمسكban ويجب أن يكون مجرد ويشعر الكبير ويقع ستفكر أريد أن أعود أن أعود أن أعود وفعل هذا كل شيء مرة أخرى شكراً جداً نحن مرحباً جداً أن نكون مرحباً لك معنا اليوم في هذه المتحدة شكراً شكراً ونحن نتوقع لك في إيجيبت شكراً جداً نادي الأهلي لعبت بجانب نجوم كبار أصحاب مهارات خاصة جداً قال على سبيل المثال لا ألحصر نجوم كبار سبقين في نادي الأهلي حسام حسن وليد صلاح الدين مع حفظ الألقاب للجميع قال هذا الجيل كان مليئ بالنجوم كان فيه عدد من اللاعبين لعبين على مستوى قوي جداً فنياً وإمكانياتهم عالية جداً وكان سعيد بالمشاركة معهم وفاكر دعم ألان هارس أول مدير فني تولى تدريبه في النادي الأهلي المدير الفني الإنجليزي ألان هارس والمرة الأولى اللي شارك فيها في مغارات قمة وتم الدفع بيه والأهلي متفاوق بثلاث أهداف في مغارات قمة بين الأهلي والزمالك في الدقائق الأخيرة وده أكسبه ثقة لأنه نزل بالفعل والفريق مطمئن إنه بيقترب من حسم اللقاء وقدم بعض اللمسات الفنية اللي كانت أول تعارف حقيقي بينه وبين الجمهور قال كنت سعيد جداً بدعم ألان هارس وتوجيهاته ونصائحه الفنية وقال سعيد بهذا الجيل من النجوم اللي استفدت منه كتير كمان اتكلم عن علاقاته الشخصية وقال تجربه في مصر كانت رائعة أول صديق له كان نجم النادي الأهلي السابق حارس المرمى كابتل مصطفى كمال قال كان يتكلم إنجليزي كويس جداً كان بيستحبني ونروح نشرب أهوة في مكان ونقعد نتكلم ويحكي لي حاجات كتير واتعلم منه اللغة وأفهم عربي أكتر وأفهم حاجات أكتر عن طريقة اللعب وطريقة التدريب واللي عايزينه الأجهزة الفنية مني وزملائي وبنتكلم فيه طول الوقت عشان أقدر أفهمه خلال المباراة ومعتمدش فقط على اللغة الإنجليزية وقال ده سهل علاقة المهمة وكان أول صديق بالنسبة له في مصر وقال كمان الكابتن أحمد شبير عزمه في بيته وكان في صداقة اجتماعية بين الكابتن أحمد شبير وبينه وبين الكابتن مصطفى كمال وقال استمتعت بالأكلات المصرية الشهيرة ونفسي وحشاني جدا الأكلات المصرية الشهيرة ونفسي أرجع مصر وكنت سعيد جدا متجربتي بالحياة في مصر وأستمتع بهذه الأكلات مرة تانية وقال أنا مستمر في عالم التدريب وبشتغل كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم واحد من فرق الدوري في زانا وقال أنا بتمنى دايما أني أنقل تجاربي وخبراتي كلاعب كرة قدم محترف في غانا وفي الناجي الأهلي للشباب أو للأبيال الأصغر مني سنا إيه رأيك في الكلام ده كتنح كلام محترم طبعا فليكس من الشخصيات الجميلة اللي هو ليه ذكريات جميلة قوي وذكريات كتيرة هنا في مصر عاش فترة طويلة في مصر عمر صداقات وكان من الشخصيات المحبوبة وكان زي ما قلت لك عمل تاريخ مع النادي الأهلي لا ينسى يعني فشخصيات جميلة أنا بعتز بيه كان قوي كمان كان مهاجم قوي أنا فتكري فيه موتساط كان اللي بيلعب عليه كمان مدافع قوي جدا بدنيا كان متحة عبدالهادي وكان بيبقى الصراع صعب لأن فليكس كمان كان لعيب إمكانياته البدنية مش الصراع قوي فقادر يتعامل مع متحة عبدالهادي كمدافع قوي بدنيا واللعب والاتحامات بينهم في الملعب كنا بنشوف مباراة ثنائيات خاصة في الملعب لا لا كان بيعتمد على القوة البدنية وسرعات كان مميز جدا فليكس كان بيلعب بإدناغه كمان بطريقة مميزة جدا فمن اللعيبة اللي أسرت في النادي الأهلي وكان ليه زكريات لا تنسى طبعا وخبوا طولات كتير مع النادي الأهلي لعيب محترم كان معربي كويس قوي نتكلم معربي كويس هو دمه خفيف فليكس من اللعيبة اللي دمها خفيف كان بتعلم عربي بسرعة يعني كان فهمة كنت بتكلمه معظم الكلام كان باكر في الوقت ده كان بيتكلم حكم نوعات فترة طويلة اه طبعا وبحكم اللون طبعا كان قريب مني فعلا ده كان لوت أسير اه طبعا طبعا كنا بنحن اللون بيحن زي ما بقولوا يعني وكمان تجربة انكو يعني اول فترة له في النادي الأهلي واول فترة لك بعدها بالضبط كده اعتقدت واحد أو مسلمين على الأكتر ما اتحقت بالنادي الأهلي فانتوا جدادة على الفريق برضه اللعيبة الجديدة في أي فريق قريبه من بعض وبسمره بنفس تجربة لسه بيعرفه طبيعة النادي ونجاحاته المطلوب فيه أكتر أكيد أكيد طيب حرجع وهو قال كمان ان لسه متابع أخبار النادي الأهلي وانه سعيد دايما بإنجازات ونجاحات النادي الأهلي كابتن أحمد رجب حرجع معك لطريقة اللعب وشكل أداء الفريق الموسم ده ايه الاختلاف اللي شايفه من بداية الموسم ده تحت قيادة مستر بايلر زي ما قلت لحضرتك مستر بايلر طور من أداء النادي الأهلي بأسلوب واسلوب هجومي بيعتمد على استحواز في نص الملعب اللي منجح كمان طريقته بيعتمد على اللعب المهاجم اللي هو المهاجم الوهمي اللي بيعملها بشكل كويس قوي فيه زي تفاهم وتفاهم وانسجام بين رمضان صبحي وحسين الشحات لما أجيب ينزل يستلم في نص الملعب بيفضل مساحة لرمضان صبحي أو لحسين الشحات بيكمل كم مواجم فعملنا بشكل كويس فيه تفاهم مواضح وانسجام بين اللعب وفيليكس اعتقدت كمان كان له تجربة تانية في مصر يعني اتعاقد مع نادي الزمالك فترة من الفترات يمكن بس ما حققتش نفس درجة النجاح الحقققها وهو في قمته كلاعب صعد في النادي الأهلي وقت اتعاقد معه لمدة خمس مواسن انا فاكر ان العاب كان خمس سنين وكانوا يبطي مع نادي الأهلي وهو فعز انطلاقته كلاعب دائما لعيبة أفريقيا بيبدأوا التقلق من مرحلة 17-18 بالضبط في الوقت اللي فيليكس جاء فيه فليكس خد فترة طويلة طبعا هنا زي ما ارتك في النادي الأهلي لحد من يتأقلم برضو مع الفريق جي في سنه صغير بطولاته أغلب بطولاته واغلب إنجازاته مع النادي الأهلي يعني ما حققش مع نادي الزمالك كان جي فترة صغيرة يعني ما حققش فيها بطولات كان في وجود حسام حسن برضو كابتن حسام حسن كان ساعته في الزمالك فكان برضو عمل لديوت شوية مع كابتن حسام بس ما حققش الإنجازات اللي حقق في النادي الأهلي ومعادش نفس الفترة لا لا ما عادش كثير ما كملش كثير طيب هنتكلم عن بطولة أفريقيا حلم بنتمنى العودة لصدارة القارة الأفريقية وللفوز بالبطولة والمشاركة من جديد إن شاء الله في كأس العالم الأندية هل المجموعة الحالية من اللاعبين التعاقدات الجديدة شكل الأداء الفني بقيادة فيلر تؤهلنا إن شاء الله للفوز بالبطولة وتعويض المواسسة من الفاتحة لا الأهلي قادر إن شاء الله إن هو حقق بطولة خصوصاً من نادي الأهلي الفترة دي بحالة بين فنية وبدانية وزهنية محترمة لعبة عندها طموح إن شاء الله بإذن الله يعني عايزين نشوفهم إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية ربنا يا كريم يأخذ بطولة قاهرة بطولة أفريقيا ونشارك إن شاء الله في كأس العالم الأندية إن شاء الله بإذن الله شايف إزاي المنافسة في بداية هذا الموسم هل تعتقد المنافسة الموسم ده هتبقى أقوى من الموسم النفات ولا ستظل محسومة دايماً بين الأهلي والزمالي وقد يدخل معاهم فريق ثالث على أقصى تقطير المنافسة هتبقى برضو بين الأهلي والزمالي وفريق بيرومتس ومنها دي الأهلي مستقر بصورة زي ما قلت لك يعني من الأندية المستقرة مفيش مشاكل الحمد لله أداء ونتيجة يعني الأهلي زمالي بيرومتس وبعد كده ممكن ييجي المصري ينافس على المربع ييجي الاتحاد المقولين العرب بادئ بادئ وبادئت كويسة للموسم ده فإن شاء الله نتمنى أن نشوف إن شاء الله بإذن الله مسابقة قوية إن شاء الله ورب نكرم الله تظهر المسابقة وأهميته على الجانب وتأثيره على الجانب الفني ده مطلب دايماً لأندية مصر وفي المقام الأول النادي الأهلي دايماً بيطلب بإذن المسابقة تبقى منتظمة ينبقاش فيه أي استثماءات للجداول أو تغييظ فيها عشان المسابقة تبقى مستقرة وكل الأندية تعمل ترتيباتها على جدول سابق أكيد لا أكيد طبعاً للمسابقة لما تبقى ممتظمة بيدي برضو بيدي بيدي زي تكافؤ فرص وبيدي زي مبدأ المسابقة بين الفرق الدور بيبقى 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 بشكل كويس يعني عايز اتكلم معاك عن بعض التجارب السابقة لك في مجال التدريب لك تجربة خارج مصر في السعودية تحديداً أنا معاً تذكر عن نالي إتحاد جدد السعودي وهم من الأندية الكبيرة في السعودية كلمنا عن تجربتك في السعودية استفدت منها إيه؟ أضافت إيه لخبراتك؟ وهل ممكن يبقى فيه تجارب تانية أوليه ما استمرتش تجربتك في العمل في الأجهزة الفنية خارج مصري؟ أه تجربة إتحاد السعودي طبعاً من التجرب التي أنا بعتز بها كأن ندي التحاد جدد السعودي من الأندية العريقة جداً في السعودية ونادي لجمهير طاقية الحمد لله تجربة كانت كويسة قوي أنا لما رحت للتحجدة كنت نشئين بعد كده كابتن عدل عبد الرحمن كان تلع درجة أولى وكان صعدني معاه في الفرستين كان الوقت ده كان سليمان منتاري كان موجود في التحجدة كان محمد نور أسطورة الكرة السعودية كان لي الشرف أن أنا مرنت اللعيبة دي تعملت معها كان استفدت كتير من التجربة دي طبعا أجواء غير احتكات مع أجواء تانية مع صقفات تانية الدوري السعودي دوري قوي جدا من الدوريات اللي هي قوية ومباريات سريعة يقع المباريات في الملعب سريع جدا جاء الطوارب صورة كبيرة جدا بيجيبوا مدربين على مستوى عالي جدا ولعيب على مستوى عالي فالدوري السعودي من أقوى الدوريات في الخليجية لإنفاق كمان التغطية المالية أو التكلفة المالية للصفقات والتعبودات ضخمة في السعودية فده يخلل المستوى الفني متاح أن يبقى فيه إضافات بأسماء مميزة عبو الزر لمدربين واللعيبة لا هناك كمعا اللعيبة المحترفة بيجيبوا اللعيبة على أعلى مستوى اللعيبة يعني الفرز أول زي أنا بيقوله فده بيقول الدوري السعودي والثقافات برضو اللي بتنقلها المدربين اللي بيجيبوا مدربين على مستوى عالي جدا فده برضو أضاف للكرة السعودية طيب كلمنا أحكي لنا كده باختصار مشوارك الخطوات اللي اشتغلت فيها أو تدركت فيها في العمل في التدريب من وقت اعتزالك الكرة كلعب كرة محترفة أنا بدأت التدريب في الأكاديمية النادي الأهلي طبعا بعد نهيت مشوار الكرة كان الوقت ده كان معايا كابتن علي ماهر في الأكاديمية وكان بضم مجموعة كبيرة أول من المدربين اللي عصاها حاليا دلوقتي بعد كده اشتغلت موسم في الانتاج الحربي في نفس الموسم ده جالي عقد انتقلت الدوري السعودي في التحاد جدا السعودي بعد الاتحاد جدا السعودي رجعت القاهرة كان نادي ناصر التعديم مع كابتن أحمد كفري قدمنا مستويات ممتازة وكسبنا فرق لها بقى في الدوري زي الاتحاد السكنداري زي بوترجيت زي تحاد زي ودي الدجلة عملنا موسم الحمد لله موسم كان رائع يعني الحمد لله معنا ناصر التعديم بعد ناصر التعديم نادي بلدت المحلة كتنا وكابتن برضو كابتن كشر اللي بسعيد ان ده أنا بشتغل معاه تصبت منه كتير بعد كده تجربة نادي الترسان اللي هي أخر تجربة وإن شاء الله الفتر اللي جادي بإذن الله فيه أكتر من العرض إن شاء الله بندرسه إن شاء الله بإذن الله وبتدرسه مع بعض يعني فيه اتفاق بينك وفيه تناغم بينك في العمل وبين كابتن كشري على أنكم إن شاء الله تبقوا مع بعض في التجربة اللي جاية إن شاء الله فيه اتفاق بينكم ومنتخب ناصر سابقا كابتن أحمد كشر يمساء الخير يا كابتن أحمد حبيب أصو محمد حبيب بنورك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار يا كابتن أحمد يا رب يخليك ودائما منورين وهو معك أحد مجود الندر آهلي كابتن أحمد رجب يعني ضيف مشارة في قناة الندر آهلي النهار تقول عنه إيه؟ يعني عارفينك قرائبين جدا من بعض على مستوى مشواركو في الملعب كلعيبي كرة قدم محترفين وعلى مستوى الصداقة أو المستوى الإنساني يا كابتن أحمد والله بص أنا أقول لك حاجة في البداية عمل أنا التدريبي لما اشتغلت واشتغلت مجيل فني بأكثر من مكان أنا أهم حاجة عندي إن أنا يكون معايا مجيل مدرب عام ذو كفاء عنده خدرات شخصية كويسة شخصية مؤتمنة في الشغل يكون فاهم أكون بصف فقراءه لما يتكلم معايا تقولي الكلام ده يمكن ينطبق على كاتر أحمد راجب يمكن احنا اشتغلنا مع بعض تقريبا في كل الفرق اللي مسكتها في مصر كاتر أحمد راجب كان معايا في مصر التعليم وفي بلدية وفي التخسنة لا يعني صراحة حقيقة كاتر أحمد راجب من المدربين المحرمين جدا واللي عندهم فكر يعني أنا ساعات بعض كاتر أحمد راجب بيقول لي وجه نظره بلايه يتنظره سليمة كمان في تفاهم بينه وبينه وكواس قوي في الشغل أسلوبنا السيستم بتاعنا هو حافظ كل الشغل بتاعي عشان كده أنا أمكن بتمسك بالكاتر أحمد راجب بوجوده معايا في أي جهز إنه هو فعلا إضافة لي إضافة لشغلي فاهم بيحب شغله منظم جدا يعني مش محتاج إن أنا أعود معاك تير أنه أصلا بذكر اتكلم في شغلي وقوله النهاردة بيشتغل شغلي باباك كذا كابتن أحمد راجب اللي بينزله بيشتغل بيحط الشغل كله بيشرف عليه مع المدربين المساعدين اللي معاه وعلاقته صبعا باللعيبة علاقته طويلة كابتن أحمد راجب من الشخصيات المحرمة اللي اللعيبة بتحبه فأحيانا أنا كمدرب أحيانا أنا بيعيش بقى اللعيبة للمدركة الشغلي أحمد هو اللي بيلم الأمور كلها مع اللعيبة فالحمد لله بننجح يعني إحنا في موارك يعني الحمد لله بفضل الله متفاهم جدا جدا طيب كابتن أحمد هل نتوقع أنه تجربتك الجاية إن شاء الله لما توافق في التعاقد مع النادي اللي هتتولى تدريبه بإذن الله في الفترة الجاية هل هيبقى متفق بإذن الله لأنه جزء من أو الاختيار الأول ضمن الجهاز المعاون لكابتن كوشري هو كابتن أحمد راجب الكابتن أحمد راجب عندي رقم واحد في الجهاز وأنا يمكن رفضت نادي ونادي كبير بدون ذكر اسمه لإني في أندية جات لي أو كلمتني أن أنا آجي لوحدي كمدير فني بر مصر وقتها كبيرة والإهداع كبير في الخليج وفي الوطن العربي وأنا رفضت اللي بنوثله من المدرب العام معايا ده إذا الشغل هو اللي بنجحني فطبعا الكابتن أحمد راجب فأنا مقدرش بقى معانه لأن أنا زي ما نوثلت واحد كام الشغل كله محترم شخصية قيادية ملهمة كل الشغل بتاعي في تتاهم بينه وبينه وده بيبقى أهم حاجة أنا شايف مجاح أي مدير فني الجهاز اللي معايا خاصة ده بيقوله دراعه يمين اللي هو المدرب العام وده كل الصفات دي تصابق على الكابتن أحمد راجب وكل الأندية كان عارفة أن أنا لما بروح أي نادي الكابتن أحمد راجب معايا خاصة ليه إسم كبير نجم كبير لعب منتحد مصر لعب النادي الحالي لعب الإسماعيلي لعب فندية كبيرة فأكيد هو إضافة لأي مكان أنا بروحه بالعكس بيعني إسمي أصدر لما يكون معايا نجم كبير من النادي الآدي بحجم الكابتن أحمد راجب كابتن كشري هل بتميل بقى بشكل عام بعيدا عن اختيار الكابتن أحمد أو ثقتك في قدراته لفكرة أن المدير الفني يبقى رايح أي نادي أو تجربته في تعاقد مع أي نادي بيشكل من خلالها جهاز فني أو قادم ومعاه جهاز فني متكامل هو اللي بيختاره أفضل من تجربة أن نادي يتعاقد مع مدير فني وهم اللي يعينوا له جهاز معاون له والله يجب أن أقول لك حاجة ليه الأمانة ليه الأمانة أنا أذكرها كبير شوية أن فيه عندها جابت كثيرة وعندها أسماءها كبير قوي أي ندر في مصر يتمنى أنه يروح الضرارة أنا رفضها لأنه أنا أتمسكت بالجهاز بتاعة الثامن أنا معايا جهاز متعاون متفاهم فينا ميزة وإيه ساول إحنا بنقى في العشيون بتاعنا كل حاجة الفريق إحنا نبقى ملمين بيها على قسمة باللعيبة الحمد لله عندنا توزن التعامل مع اللعيبة فطبعا الاجهاز بتاعي هو أهم حاجة ولا الحمد لله معايا كابتنا أحمد رجل يعني من الناس طبعا بسائل معروف جدان وهو معايا ناس داني يمكن كانت اشتغل معايا شريف شعبان في نادي التارسانة مدير كورة فرق معايا كتير قوي قوي بعلاقاته دينه الحاضر وبعلاقاته باللعيبة معايا ناس اتغلت كابتنا أحمد حمول تعقيني تدرب الحراس وشتغل معايا بكده أحمد رجل كابتنا أحمد صابر ناولين والكابتنا أرشب عبد الرشيد النجم الكبير بتاع المنصورة والمحلة فلا الجهاز عندي أهم حاجة يعني أنا اختياري لأي نادي أي نادي عارف لما بيجي يتكلم معايا كشري الجهاز لكب واحد لإني الناس دي بتعمل شغلها وبالناس بيطلع شغلنا الحمد لله بحاصل ده يعني متفاهم وبتركز في الحصة تكسيكية يمكن هم بيركزوا معايا في الملعب أكثر وبتقدم ساعات حجم شغل في الملعب من خلالي طبعا ده بيدينا أنا حرية شوية في أن أنا أفكر يعني بمعنى صحي المدير الفني لازم دماغه تيبقى متفرغة أكتر في إقراءة المباراة أكتر من تفاصيل تدريبات أكتر من أكتر ما ينشغل بتفاصيل التدريب نفسه لازم يشتغل على الكوتشنج أكتر خطط وطريقة اللعب المناسبة لكل منافس وكل مباراة هو يعتبر شغلي أنا في الملعب رجب بنيجي نوقع مع بعض أنا وكاز نهاردة عندنا شغلنا الأسبوع بتاعنا كله هنشتغل كزا نهاردة في حنجي بتاعنا كزا 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 هو بيمضل ينفس الشغل كله وأنا بيبقى شغلي كله الفني بشتغل أتخص مع اللعيبة ببقى عيني على اللعيبة أكثر من اللي في من اللي حالته كويس من اللعيب للناسب المباراة دي أبقى باتفرج على السرق اللي بلعيبة حتى على المستوى الدرجة الثانية باتفرج عليها مارش واثنين وثلاثة وقراء واسقوي فكل ده مهم ده اللي بنجحنا الحمد لله يعني فضل إلا إحنا ما بنخشش نادي واسأل إن أحمد رجب ما بنخشش نادي إلا ما النادي ده بيطلبنا تاني يعني النادي ده بيرجع يدور علينا تاني وجبنا لأن إحنا بنبقى نكحين بنبقى نكحين وبنشتغل معهم قويس جدا وبنعملهم فرقة الحمد لله يعني أو نتائجنا الحمد لله تبقى كويسة فده ده سر اللجحنا الحمد لله يعني أنا فضل إلي اللي بشتغل في مكان ينبقى تطلبني تاني الحمد لله موفق بإذن الله ونتمنى نشوفك في تجربة مميزة مع جهازك المعاون قريب يا كابتن كوشري وبشكرك جدا سعادة بمشاركتك معنا في الحوار شكرا جزيلا كابتن كوشري تعليقك يا كابتن أحمد علا اللي قاله الكابتن أحمد كوشري إشدت بيك على مستوى الصداقة والزمالة في الجهاز الفاني وعلى المستوى العملي كما زي ما قلت لحضرتك يا سيد محمد كابتن كوشري شخصية محترمة جدا كان لعيب كبير وانطلقته مع الأهلي كانت مش معقولة لقد كان لعيب كبير طبعا لحد محترم إن ده اللي بيدل أنه هو شخصية محترمة والكلام اللي قاله ده كلام طبعا وسمع على صدري إن شاء الله بإذن الله وبنها الكريم ده إن شاء الله الحال جاي بإذن الله وإن شاء الله ونعمل حاجة نجاحاتك وإيسا مع بعض إن شاء الله بإذن الله هل في فرص شايف الجيل اللي جاي الجيل اللي هو طالع دلوقتي علي ماهر أحمد كوشري إيهاب جلال مجموعة من المدربين اللي سنهم أصغر نسبيا من الأجيال اللي تعودنا أنها موجودة في الملعب من المدربين المصري هل المدرب الشاب بدأ ياخد فرصته وفي فرص أكتر شايفة هتكاح للمدير الفني الشاب في الدولة المصري في فرص في فرص طبعا بنجاح ما كل ما هحد من المدربين الشبان بينجح بيتحلان إحنا الفرصة لنحنا برضو بفتح لنا السكة لنحنا نشتغل برضو يعني شايف التجربة بتاعت كابتن هاب جلال ومشاء الله ناجح من المدربين المحترمين جدا في مصر بدليل أنه ترشح منتخب مصر منتخب مصر طبعا كان مرشح قبل كابتن حسام البدري فده حاجة كويسة أو كابتن علي مهر من المدربين المحترمين مش معنى أنه هو قد استقلته من نادي إنبي أو ما نجحش مع نادي إنبي أنه هو المدرب لا ما يقللش منه وارد أن انت تبقى مش موفق وارد أن ممكن يكون فيه مشاكل فيش الأدوات اللي تساعدة البسطرة كافية فلا المدربين الشباب أثبتوا الفترة اللي فات نجحات كبيرة لا أنا طبعا هنا مش بصنف على أساس المدرب ده اسمه فين في السوق يعني في الماركت نفسه في برصة المدربين يعني لو بالحسابات دي خلاص كابتن يهاب جلال بقاله يعني بصمات واسمه أقدامه راسخة جدا في الدوري الممتاز بدليل ترشيحاته زي ما قال كابتن أحمد ركب للدوري المنتخب زواطني الأول أنا بتكلم عن الجيل ده بشكل عام حتى لو مدربين بيشتغلوا ممتاز مدربين بيشتغلوا قسم التاني أو درجة تانية بس فكرة الاهتمام بالجيل ده وأنه ممكن نبدأ شوية نشوف فكر جديد وجيل أصغر طبعا يا ريت أنا بتمنى طبعا حتى مجالس الأدارات الأندية أنها تتطور من فكرها يعني ما احترامنا للأجيال القديمة الأسماء القديمة بتاعت المدربين مدربين احنا تعلمنا منهم وحاجات كتير واستفدنا منهم فالمفروض أن المدربين الشباب برضو ياخدوا فرصهم لأن فيه فكر جديد وفيه الدينة بتتطور يعني فلازم يكون الفترة الجاية المدربين الشباب برضو ليهم دور طب نسألها صعبة شوية الكلام بصراحة الجيل الشاب ده من المدربين بيعتمد على نجوميته السابقة خبراته كلعب كبير في أهلي زمالك منتخب مصر ولا بيدرس بيطور نفسه بيقول بس أنا عندي النوهاو بتاع اللعبة عارف طريقة اللعبة وعارف دم الخبراتي وخط بطولاتك لعيد محترف ولا بيبدأ إيه أراكوته بيبدأ يدور أنه إزاي يطلع بر مصر أو ياخد دورات تدريبية يحصل على لايسنس معتمدة دوليا يعني عشان يبقى مدرب كفء ومؤهل لا طبعا لازم دراسة الخبرة اللعبة وخبرة يعني مش بشرط أن انت تبقى مدرب كويس لقى فيه وقولك العلم تطور العلم التدريب علم فلاقى طبعا انت عندك مثال مثلا أحمد كشري من فترة عمل دراسات بره في السويد واخد دورة تدريبية في السويد فالراجل بيشتغل على نفسه وبطور بالنفس كل يوم فيه جيد في التدريب فأكيد طبعا مش من فراغ أن كابتن يهاب جلال أنه هو مثلا يوصل للمرحلة دي أنه هو لا درس وكابتن يهاب بن عارف يشتغل على نفسه كويس فيه كان فيه أكتر من مدرب فيه كابتن فيه مؤمن سليمان كمان من المدربين المدربين الشبان الكواسين يشتغل على نفسهم بيطلع ياخد دورات بره من ناحية تسقفية ولازم أنا أطور نفسي واشوف الجديد ايه واشتغل عليه يعني شايف التأهيل والدراسة أكيد طبعا أكيد لازم طب هل ده متاح لكه في مصر بشكل كافي ولا اللي عايز يطور نفسه بيضطر الحد دلوقتي يسافر بره تأهيل المدرب وتجهيزه والخبرات العلمية اللي بيحصل عليها والدراجات العلمية هل ده متاح عندنا ولا لسه لا لا برضو مش متاح بالصورة كافية بدليل انه ما كانش مثلا فيه مدربين كتير أنا عرفها بيطلعوا دورات بره بيسافروا وكده فده لو متاح هنا طب هات عد نفسي ليه واسافر وكده لازم يشتغل على نفسه ودور على الجديد ايه وبيطور من نفسه وبيشوف الخطط اللعب الجديدة ويشوف مثلا المدارس الجديدة اذا كان مدرسة الاسبانية المدرسة السويدية زي ما كو شري كان عامل كده فلأ لازم اشتغل على نفسه اطول يعني لازم انا اروح اجيب المعلومة ما استنتش المعلومة حدد الفيديوهات الشرايط السي دي انه المدرب يقدر ينقل نفسه كل الخبرات الموجودة عالميا بانه يتابع سي دي فيه برامج تدريب ويجيب احدى السي ديهات للتدريب هل الكلام ده كلام علمي وكلام عملي ممكن يدي بعض الخبرات ويبقى مفيد بس هل هو كافي زي الاصول على لايسنس متقدمة في التدريب هل هو بنفس درجة الكفاءة ولا زي ما اخذ رقص التدريب هو ممكن بس انه النهار ده لما اجيب اطبق فكري مثلا برا وهو الفكري اللي برا ده غير الفكري اللي موجود هنا لازم انا على حسب الامكانيات والأدوات اللي موجودة معايا انا بشتغل على الأدوات دي انما برا مش مش بشرط ان انا اروح اجيب تجربة برا وجه طبقها هنا ممكن ما تنجحش هل مني انا بشتغل على الأدوات والأماشة اللي عندي والامكانات اللي عندي هي اللي بيتحددلي ان انا اشتغل ازاي مع الفريق ده او مع التيم ده فمش شرط ان انا اجي ان الثقافة ممكن الثقافة دي او المادة التدريبية دي ما تمشيش معايا مش بشرط ايه عيوب المجال ايه الحاجات اللي نفسوكو تتخلصوا منها في المجال عشان الفرص تتطور ونجحتكو كمدربين تبقى أكبر ومستوى الكورة عندنا يتطور أكتر ايه المشكلات اللي لسه ما قدرناش نتعامل معها او نعالجها في مجال الكورة الحد اه كمشكلات يعني في التدريب فانية في التدريب في الامكانيات في الجانب العلمي فأي شيء بتشوف انه معطل شغلكو كمدربين في مصر لا اوهم عطر شغلنا احنا كمدربين شباب احنا بنثقف نفسنا زي ما قلتلك وبنحاول نجيب الجديد ونشتعل عليه بس التفكير او مجالس إدارات الاندية برضو برضو التفكير القديم بيحب يعتمد على المدرب اللي هو مدرب اسم المدرب سي في ومشارط سي في ما السي في ده يعني معلش ما احترام احنا تعلمنا زي ما قلتلك كتير من المدربين اللي هم الاجانب الاجانب والمدربين المان والانجليز الخبرات الكبيرة بزبط له حتى المدربين اللي هم المصريين استفادنا منهم كتير فجي الوقت اللي احنا يعني لازم ناخد فرصنا كشباب واخد بيحلك ومجالس الإدارات الاندية لازم برضو تطور الفكرة دي يساعده الشباب برضو انه هو يدي له فرصة ويشتغل ويقف جنبه ويغفره الامكانيات والأدوات اللي تساعده على النجاح طيب هيشارك معنا على الهاتف في نادي الترسانة مع الجهاز الفني اللي كان بيقوده كابتن أحمد كشري والمدرب العام كان كابتن أحمد رجب مساء الخير يا كابتن شريف شر غير تحدي ليك محمد اعلام الكبير قناة النادي الآلي واحسن مدرب فمواصر كابتن أحمد رجب المدرب الخلوق ومدرب المحترم اللي كنا بنحبه كان خرف كبير اللي لو نشتغل مع كابتن رجب وكابتن كشري يعني حاجة كنا من دقائق قليلة جدا بيتكلم معنا على الهاتف كابتن كوشري وكان بيقول يا كابتن شريف أنه حريص على استمرار جهازه المعاون معاه في أي تجربة جديدة بيقول أنه وصل لدرجة من التفاهم والتناغم مع الجهاز المعاون بتخليه بيركز وبيصر على وجود الجهاز ده ياريت تكلمنا عن إزاي كل الأجهزة الفنية بتقدر تحقق درجة التفاهم دي اللي تخليهم يقدموا تجارب مميزة دايما مع أي نادي بيتولوا المهمة الفنية فيه يقول لك سيد محمد يمكن الاتناغم والفكم بقى واحد وبقى فيه يعني العشرة وانت بتقرب من الكابتن كوشري ومن الكابتن رجب وتبع عارف قلاص من النظرة ممكن عارف ده بيفكر بإيه الكابتن كوشري والكابتن رجب فنيا محتاجين إيه أنت كجهاز إداري لازم توفره لهم تقول لها حاجة تخصهم عشان تريحهم في المنعة بعد قد ما تقدر فخلاص الانسجان بيوصل بنا لمرحلة كبيرة كمان في الصفقات اللي بعاوز الجهاز الفني محتاجها تقدر تخش ويجيبه الصفقات اللي هو عاودها فكل دي عامل بتفري مع المدير الفني مع المدرب العام عشان يقدر يقدروا ينجحه والكابتن كوشري والكابتن أحمد رجب عاملين تيم كويس أوي دخلت في وسطهم ديرت أتعلم منه وديرت أعرف هما عاوزين إيه وما محتاجين إيه ديرت أكمل لهم اللي هما عاوزينه فديرت أوقف لهم المداخ الجيد اللي هما داروا يشتغلوا فيه وينجحوا فعلا الجهاز اللي معهم بيفرق 180 درجة من يكون فيه جهاز ونسجل إذا كان إداري أو إذا كان فني بيفرق في المقام الأول والمدير الفني بيخلي المدير الفني يركز فقط في المنعة فبالتالي بقى فيه نتائج فبالتالي المؤسسة أو وينجي اللي فيه معهوز الجهاز بينجح بكل المقاييس إلا بقى لو بيشتغلوا فيه دي حاجة أكيد كابتن شريف مشكلات المجال لسه كنت بأسأل كابتن أحمد كمدرب عام رأيه في مشكلات الكورة في مصر أو مجال الكورة للمدربين عايز أسألك على مستوى مهمة المدير الفني إيه أبرز العقبات اللي بتواجهكوا بتتمنوا إنها تتغير بشكل أو آخر عشان تطوروا شغلكوا أكتر يمكن الكابتن كشري مؤخرا جاله عروض برا مصر وجوه مصر يمكن لحد الأسبوع الفكن بيقوله عروض ولكن بعض الأندية بتبقى عاوزها المدير الفني فقط بتبقى عاوزها المدير الفني مثلا معه واحد بس الجهاز وكابتن كشري مختلف شوية كابتن كشري من نوعات المدربين اللي بيخد بيحب يخش بجهازه عشان يبدأ بيشتغل عشان ينتج من أول يوم فراسال أندية ومجالس الإدارات لازم يبقى عندها الوعي ومن الثقافة أن كل ما بتريح المدير الفني وبتوفب له الجهاز المعاون اللي يقدر يخلي الراجل يشتغل بيقدر يخلي الراجل يعيش في جو هادي يقدر ينتج فيه بالتالي النتائج عاد عود على رؤسال الأندية ومجالس الإدارات ولكن الآن المجالس الإدارات بتتفكر تجي المدير الفني فقط لوحدود وتشكل له هي الجهاز فبالتالي ما بتلعيش انسجام بتلقي مشاتك من أول يوم مع الجهاز المعاون وبين المدير الفني فبتلاقي النتائج بش خدمة إلا بقى طبعا إلا ما راح بربي لوي التوفيق ماشي والقصة باشي أو الكيميا ماشي مرة واحدة فطبعا الانسجام بيرفر كتير جدا فيه الكورة بالزادة ما يكون المدير الفني بسق فيه جدا يكون المدير الفني بسق فيه جدا كل ده بيجي نتائج في الآخر لعيدة الكورة كان بتحس ان ما يلاقي ادهاز بيحب بعض بالتالي فبيعود بال ده بيبقى له تأثير إيجابي عليهم في الأداء والنتائج طيب كتن شريف أكيد الجمهور حابب يعرف رؤيتك كمدير كورة الموسم اللي فات مع نادي الترسانة نادي له جماهيرية نادي له اسم كبير نادي عريق قدم نجوم من أشهر نجوم الكورة المصرية وله باع كمان وتاريخ من البطولات اللي حققها هذا النادي العريق توقعاتك لنادي الترسانة وواقعه على خريطة الكورة في مصر وإيه الفرص المتاحة لنادي الترسانة فنيا في الفترة الجاية من وجهة نظرك وخبراتك بالفريق يمكن نادي الترسانة بيامتاز أن عنده مجلس إدارة عنده وعي كبير وبيصرف قويس جدا وعنده طموح أن يصعد بيه الفريق اللي هي الدورة الممتازة طبعا برئاسة النائب طرق سعيد والنائب والمشارجة أخوها طبعا ما بيصدهم كتصال عبد الفتاح عندهم طموح عندهم الشغل عادي عشان الشغل اللي وصالوا بيه للدورة الممتازة المكانة الطبيعية جدا من شوكيش الكورة المصرية يمكن إستاني اللي فاتت اجتهادنا كجهاز بإذن الله اللي سندي بيأخده جهاز فني أهلاوي أيضا بيخد طرف عن الكابتن الكبير الكابتن علاء ميهوب بإذن الله بإذن الله يوفق بكرة هداء أول مباراة اليوم مع منتخب السويس هتكون الساعة 3 في ملعب حسن الشازي طبعا بإذن الله ربق سنة بكرة التوفي وبإذن الله يجب الموفقين فأول تجربة رسمية بقيادة جهاز أهلاوي وبإذن الله المجرس دارة موفر كل حاجة بإذن الله ندايك تكون موجودة سندي والتوفيق اللي غابة سنة اللي فاتت علينا والسنة اللي قابل منها واللي قابل منها اللي قابل منها تكون موجودة سنة دي أنا بس سعيدة يا سيد الحمد أني معاك واحد بجد يعني طيب جدا اللي أما بتحبه جدا وتعرف الكلام ده في وسط الموسم عاوز أقول لك يعني كبن رجل ما كانش بيعرف نام طور الليل كان من قدر الأرق وقابل ليلة المباراة كان يبقى على طول أرق وعلى طول دعب ففعلا مهجة التدريب دي كابتن شريف شعبان المدير الفني سابقا مدير الكور عفوا سابقا في نادي الترسانة باتمنى لك كل التوفيق كابتن شريف وبشكرك على المشاركة معنا في الحوار تعليق على كلام كابتن شريف أنه بيقول أن فيه جهد كبير قوي بيبقى في الكواليس وبعيدا عن الأضواء من كل فريق العمل في كل جهاز فني عشان النادي يقدم المستوى للجماهير بتتمنى هل فعلا بتشوف أن الإعلام أو الجماهير مش مدركة أحيانا في بعض الأندية حجم الجهد اللي بيبزله الجهاز الفني طبعا ده أكيد يعني مهنة التدريب زي ما كابتن شريف بيقولك مهنة البحث عن المتاعف فعلا نحن الموسم اللي فات في نادي الترسانة تعرضنا لكمية الضغوطات ومشاكل وبالذات لما بتمرم في نادي جماهيري لا بموضوع مختلف يعني الجماهير مش طلبة منك عايزة مكسب وخلاص يعني مش عارفين طب انت الدنيا ماشي ازاي لا احنا بنتعب بنتعب بجد يعني السنة اللي فات دي تعرضنا وكابتن كشري لضغطات كبيرة جدا يعني أنا في أكتر مبرانة ده كنت باتعب فعلا يعني فكنت أتمنى طبعا لو بتدي نصيحة لزمايلك الجهاز الفني اللي تولى المهم حاليا في نادي الترسانة بتتمنى لهم التوفيق في التجاريع طبع كابتن علامة هل عقبة اللي حالت دون صعود او ترقي نادي الترسانة اللي هومتاز لو العقبة طبعا زی ما بولت لك هو الجهاز الفني اللي موجود حاليا في نادي الترسانة بتمنى التوفيق طبعا لكابتن علامة يهوب مدرب كبير وجهاز الفني راجل محترم بقوله تشتغل ومالكش دعا بأي حاجة بأي ضغوطات بأي كلام انت خليك في شغلك وبس أي ضغوط ممكن تشكت ترتيز الجهاز طبعا طبعا بقولك الأندية الجمهورية ونادي ترسلم الأندية دي فعلا يعني يعني ما بعجبه مش العجب زي ما بقوله فانت النهاردة كجهاز فني لا انت مطلب ان انت تشتغل تقفل على الجهاز الفني بتاعك وعلى لعبتك وتشتغل وتعمل اللي عليك وخبه لك وان شاء الله ربنا يكرم أهم حاجة كمان أستاذ محمد عمل التوفيق يعني ممكن تبقى معك كل الأدوات من أدوات بتساعدك عن نجاح من اللعبة لإمكانيات لكل حاجة ومفيش توفيق الدنيا بتبقى صعبة ان شاء الله يبقى التوفيق حليف الجهاز الحالي وكابتن على ما يهوب واحد من نجوم ومن ولاد النادي الأهلي ويكون موفق في تجربته ويصعد أو يعيد تأهل وصعود هذا النادي العريق اللي أكيد بنتمنى نشوفه بيتوهج ويتقلق مرة تانية في الدوري المنتهز المصري للكرة القدم كابتن أحمد أسئلة في الدقائق الأخيرة عن الاختيار اللي وصلنا له في النهاية والاستقرر المسؤولين عن الكرة على هذا الاختيار بتكليف الكابتن حسام البادري لتولي المهمة بعد مرحلة كبيرة من التعاقد مع خبراء أجانب أو مدير فني أجنبين منتخبنا الأول شايف إزاي القرار ده قرار حكيم طبعا أنا من مؤيدين لفكرة المدير الفني الوطني إحنا أغلب الفترات النجاحات اللي إحناها إحناها مع مدربين وطنيين كابتن جوهري الله يرحمه كابتن حسن شحاتة فكابتن حسام بدر إن شاء الله من المديرين الفنيين اللي عندهم سيفي قوي عندهم كانيات عندهم خبرات جبوا طرات للنادي الأهلي وقادر على إن وقود منتخب مصر إن شاء الله الفترة اللي جاية رجع لنا أمجاد زمان إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نقدي بصورة كويسة إن شاء الله الناس ما كانتش راضية عن أول ظهور للمنتخب ولو مباراة الدية ولسه الاختيارات مرحلة أولية وفي مراحل تجريبية كتير طبعا مع كل جهاز فني جديد الظهور الفني المنتخبنا أمام بوتسوانا الناس بدأت تقول ده منتخب بوتسوانا المفروض إنه أقل منه تاريخه بطولاته إمكاناته أقل لعيبة المحترفية يعني المفروض إن الكافة تميل صالحنا هل الناس كده قاسية في حكمها وحكمه مبكر قوي على مباراة الدية وجهاز فني في أول مباراة له لا طبعا الحكم لسه بدري يعني صعب إن إحنا نحكم على تجريبية بوتسوانا دي ومنقيم التجربة بإنها تجربة مش كويسة لا لازم كابتن حسام ياخد فرصته كما يجب ونلازم نسنده جماهريا وإعلاميا ومنقيمش أو الحاسب بالقطع لا استنى بقى فترة نشوف أجندة عمل خاصة ببطولة معينة ونقيم بعدها بالظبط إحنا الرجل لازم ياخد فرصته وإحنا بنجيب مدرب بخبالك بيكلفنا ملايين وبيشتغلوا في الأخرى ما بينجحش فإحنا المدرب الوطني ده لازم ياخد فرصته ونقف جنبه ونساعده ونوفر له الجو الكويس ونديله نفس الصلاحات ونديله نفس الصلاحات اللي بيأخدها العجنبي وخبالك ونقف جنبه إحنا زي ما قلت لك أغلب نجحتنا أو نجحتنا كلها على مدار التاريخ المدربين وطنيين فإحنا لازم كابتن حسام أو حتى وغير كابتن حسام وخبالك أي مدرب مصري لازم يدعم بطريقة كويسة يعني بطمنا له التوفيق طبعا إن شاء الله يكون منتخبنا موفق ويبقى فيه اتجاه صعودي في الأداء والنتائج ومنحنا الأداء يزيد في الفترة الجاية وإن شاء الله نشوف الاختيارات فأفضل شكل لها وأدق اختيارات ويكون الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البادري موفقين في مهمتهم وينعكس دعا للأداء والنتائج مع منتخبنا الوطني الأول إن شاء الله في البطولات والمباريات والمنافسات القادمة أخيرا كابتن أحمد رجب في الزقائق الأخيرة عايزك تواجه كلمة لجماهير الأهلي لعضاء النادي الأهلي المجلس الإدارة الحالي لقيادة النادي لقيادة النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب عن كل الفترة اللي فاتت عن شعورك بالانتماء للنادي الأهلي أي معاني أو رسائل حابب توصلها للناس طبعا بتمنى التوفيق للنادي الأهلي الموسم ده وبتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يحرز كل البطولات اللي هو مشارك فيها وبتمنى نشوف النادي الأهلي إن شاء الله في كاس العالمي الآن دي وبتمنى التوفيق لكابتن محمود الخطيب بالفترة اللي جاي في وقود النادي طبعا زي ما هو معاودنا بتمنى التوفيق طبعا للكرة المصرية ككل إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم إن شاء الله يبقى موسم خير علينا كلنا وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله قناة النادي الاهلي دايما قناة مميزة صاحبة الرياضة مش في مصر بس في الوطن العربي كله سعيد ان انا كنت موجود انها النهاردة معاك سيد محمد شكرا على الاستضافة نورتنا واسعدتنا ربنا خليك ربنا خليك حقا انا بشكر حضراتكم على المتابعة بشكر ضيفنا ونجم النادي الاهلي السابق لكابتن احمد رجب بشكرك مرة ثانية كابتن احمد ومرة ثانية بفكر بس كل الناس اللي بتتابع رياضة او مهتم برياضة او الكرة في مصر جماهيرنا الغالية جدا علينا جماهير النادي الاهلي جماهير كل الاندية الاخرى كل من يهتم برياضة المصرية سواء كان مقيم داخل او خارج مصر كرة القدم يا جماعة والرياضة مش معركة ومش خناقة هي منافسة شريفة ونادي الاهلي غني عن التعريف بتاريخه وانجازاته وبطولاته وارتباطه بكل الاحداث الوطنية وانتماء لهذا الوطن وانه دائما ابدا كان على مدارة مجلس ادارة المتعاقبة ليس فقط مجلس ادارة الحالي بخيادة الكابتن الخطيب كل مجالس الادارة من وقت انشاء هذا النادي العريق وانطلاقة هذا النادي في عام 1907 وحتى يومين هذا ظل هذا النادي رمز للنجاح المصري وواحد من افضل صور النجاح المصري على كافة المستويات افريقيا وعربيا ودوليا يا جماعة الكل يجب ان يسعى الى الحفاظ على الرموز الناجحة في مصر نادي الاهلي كل الاندية التانية اللي لها تاريخ وباع من البطولات كلنا ندور ازاي مسابقاتنا تبقى اكثر احترافية واكثر انتظاما لا نتأثر باهواء او اشخاص او اراء ما بنقولش النادي الاهلي فوق القوانين او فوق القواعد بالعكس النادي الاهلي دائما ابدا بيدرب المثل ويجب ان يكون الاول بحجم نجاحاته واسمه وانجازاته في الالتزام بالقواعد وانها تسري عليه قبل ان تسري على الاخرين ولكن حق النادي الاهلي في الحفاظ على الفرص المتكافأة والمتساوية وان ما يبقاش فيه حاجات بتغضع للأهواء في القرارات او في تنظيم البطولات بقدر ما احنا بنحط نظام وسيستم احترافي الكل بيمشي عليه ده هو مطلب النادي الاهلي ونتمنى ان كل الاطراف تشتغل وتنظر للصالح العام اللي يخلي مسابقاتنا اقوى وشكل المنافسة عندنا افضل ونقرب ولو خطوة او درجة واحدة من النموذج الاحترافي في ادارة كرة القدم اللي بنشوفه في دول كثيرة جدا حقاقت ارباح ونجاحات اقتصادية ومالية وفنية لا حصر لها نتمنى نشوف جزء منها في مصر ان شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله واشكر حضراتكو على المتابعة وإلى اللقاء